في ظروف أقل ما توصف بأنها مشحونة انعقد مؤتمر الحركة الزيجية الإفريقية المعروفة اختصارا بفلام المؤتمر الذي دعت فيه الحركة إلى حكم ذاتي للجنوب ولد مواقف عديدة ومتباينة حول المشاركة من عدمها ففي حين رأت بعض الأحزاب ضرورة المشاركة قاطعة أخرى ولم يرى البعض مانعا من الترخيص لمؤتمر حركة سياسية لا تحمل السلاح ولا تدعو للعنف نعم ظهرنا عن السلطات ارتكبت خطأ فادح في منعها لعقد مؤتمر فلام لأن فلام حركة سياسية كجميع الحركات السياسية في موريتانيا وما دامت لا تدعو إلى العنف ولا تريد أن تحمل السلاح فمن حقها كما يقول الدستور الموريتاني والقواني الموريتانية أن تمارس نشاطها ضمن المنظومة الدستورية في موريتانيا الشارع الموريتاني المتسجيس أصلا تباين تاراؤه حول المؤتمر فصبل بعض جامع غضبه على الحركة ورئيسها بسبب دعوته لانفصال الأقاليم الجنوبية عن البلاد فيما اكتب آخرون بانتقاد مشاركة أحزاب سياسية لها ثقلها الوازن في هذا المؤتمر موقفي كموقف الجميع هو أننا ضد تماما هذا المؤتمر وضد هذه التصريحات التي وقت فيه هو أنهم طالبوا الانفصال وإحنا دولة واحدة تتكون مجموعة من مجموعات من كترة من مجموعات يتكون كل مجموعة لها الطالب فيه طالب في هذه الدولة بالانفصال إذن صبحت الدولة لا وجود لها الأعزاب السياسية كانت يلتق بي تعد أكثر يقضى وأكثر تحري من أنها تعد تنجرة في شور المور ما فات تحرات ما فات عرفت شين هي خالفيتها ولا هذا المجدور منها خلصا أنكم أحزاب عندها وزن في الساحة ويسمع لها ياسر من الناس هكذا إذن أضافت حركة فلام أزمة جديدة إلى المشهد السياسي في موريتانيا عنوانها البارز الدعوة إلى الانفصال هذا بالإضافة إلى الجدر القديم الحديث حول شرعية هذه الحركة وأهدافها وعن أكثر السبل أمنا في التعامل معها أحمد سالم لكهيلة الوطنية نواك شور ترجمة نانسي قنقر